السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميدي في سنة الثانية متوسطة لحتى أولياء تلميين لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي اليوم إن شاء الله راح نشوف ملخص اللغة الإنجليزية للفصل الثاني خلاص بما أنه خلاص الفصل الأول طبعاً ودخلنا في دروس الفصل الثاني يلا هنشوفوا كيف اشطحنا قلنا سواء في فرض أو اختبار الفصل الثاني إذن نبدأ بالدرس الأول اللي هو Pronunciation of L معنتها كيف ننطق الحرف L في اللغة الإنجليزية إذن يلا أبنائي عندنا نوعان شوفوا هادي يقول الأستاذ بصحة شبه للإي نعم إذن هادي نطقة تحاوحده وهادي اللي فيها سلاش في الوسط نطقة تحاوحدة ما فهم إذن يلا أبنائي نعطيكم الفرق ما بينتهم إذا التلميذ والأستاذ أحبت قرار لكم تقدروا وحدكم ديروها في الجدول لكن كل واحدة أبنائي عندها قاعدة إذن يلا نبدأ بالل هادي إذن تبعوا النطقة تعتها هذه الأربع كلمات ونشوفوا الفرق بينتها وبين هادي في الآل طبعا إذن اللولا نقول lip lip like let lot نعود lip like let lot إذن أبنائي لو كانت لحتو الآل ما انتم إذا حبيتوا تعودوا تنطقها ولا الآلة التي تنتق منها يعني الأخير من آخر اللسان ما فهم إذن هذه بالنسبة إلى الأولى كيف يعني النول اللي نعرفها إذا مثلا ما عرفتش ننطق الكلمة إذن يلا تأتي في بداية أو وسط الكلمة مع أنتها هاد الآلة اللي انطقناها هكا سواء تقدر تكون في البداية ولا تقدر كذلك تكون في الوسط يلا ولا تنطق مفخمة مع أنتها خفيفة كيف نقول لكم lip like let ما فهم إذن تنطق خفيفة وليست مفخمة وتأتي قبل مع أنتها تأتي دوما معها معاها شوفوا الإي إي اللي هنا أ أو الفوريط نعقل نعرفوهم معنا الإي والآ والأ 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 ما فهم إذن يلا هذه القاعدة الأساسية التحى إذن نروحوا للأل اللي فيها هذه الشلطة في الوسط تلاحظوا أبنائي النطق يختلف إذن تلاحظوا باللي ننطقها كلي من الحنجرة ما فهم هذي ننطقها من بداية اللسان وهذه النطقها في داخل نحسوا باللي ننطقها داخل الحنجرة ما فهم إذن يلا إذا ما عرفش مثلا نقرها كيفاش نديلها تأتي في نهاية الكلمة ولا تاني في الوسط يعني حالات مرت في الوسط مرت في نهاية الكلمة إذن يأتي أمامها مع أنتها يجي أمامها حرف عادي ما فهم كي مال هنا بي هنا أل يعني في بعض الحالات وتنطق مفخمة مع أنتها نطقها شوي يخشينة مفهم بيل كيل إذن ليس نشوفوا الفق من مثلا اللولة والتانية لب بيل طلعتوا باللي مشي كيف كيف لايك كيل مفهم إذن يلا أبنائي نحاولوا أنه بقدر الإمكان نسيوا نقرأوا الكلمة باللغة الإنجليزية باش هكذا نقولوا نعرفوا النطق تاحوا يلا هذا بالنسبة إلى الدرس الأول قولوا سيدة كيفاش تح طيح لكم كيمة الفصل أول يعطوكم وحدة ربع كلمات ولا ثلاثة ولا اثنين ويقولكم حطوها في أي مكان يلا إن شاء الله راح نشوفها في الفرض التعناه ولا في الإختيبة إذن يلا اللي بعده مدام ما رأنا نقرأ في وحدة شوپنج التسوق إلى غير ذلك الخضار الفواكه يلا لازم علينا نعارفوا قائمة التسوق اللي نسميها باللغة الإنجليزية شوپنج ليست شوپنج معتها تسوق ليست قائمة شوپنج ليست معتها قائمة تسوق إذن يلا أبنائي سنة ثانية متوسطة لازم يعرفوا بعض الخضار بعض اللحوم والأسماك وبعض الفواكه إذن يلا فيشتيبلز هما الخضار يلا أبنائي لازم نعرفوا مثلا ناخدوا مثلا كاروتس اللي هي الجزر كورجيتس اللي هي القرعة أوبرجين اللي هي الباذنجان أونينز اللي هي البصل بوتيتوس تميتوس غارلك مفهوم على شهدوا أبنائي كيفاش يطيحلكم يطيحلكم مثلا جدول يعطوكم النص ويقول لك استخرج لي من النص فيشتيبل معنى خضر واللي استخرج لي ميت واللي استخرج لي فروت أنا مثلا نروح نقرة واش عندي فالنص ونخرج له سواء نقول خضر أو لحوم أو فواكه إذن يلا ميت معنى لحوم فيش نعرفوه الأسماك سلايس كنقول سلايس معنى الشرائح كذا وكذا كنقول تشيكن معنى الدجاج لامب ليج ولا لامب نيك معنى الرجل الخروف ولا رقبة الخروف إذن بالنسبة للأسماك يكتبوا لي عادي فش يلا فروت واش عندنا 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 أبل أورنج بانان إلى غير ذلك من الفواكه والخضر مفهوم؟ إذن يلا أمام الأساة تعاكم رح يدلكم كما قلنا خضر فواكه ولحوم يلا نمروا للدرسة اللي بعده أبنائي وهو التعبير عن الكمية إذن expressing quantity ما عندها أني نعبر على كمية حاجة رح نشوفوه فيها إذن يلا أبنائي عندنا أعفن ستة حالة نعبرو بها عن كمية إذن يلا كين هذي اللي مر عليها هاد الدرس وكين اللي ما يمروش عليه لكن احنا لازم أبنائي نقراوه فشاكدا إن شاء الله ما نغلطوش فيه يلا عندي المجموعة الأولى كينقول أبانش أف معانتها ربطة من ولا مجموعة من إذن أبنائي تلاحظوا بالربطة والاسم ولا من إحنا من في العامية تاعنا ونقول ربطة بقدونس ربطة سلق إلى غير ذلك ما فهم؟ إذن تكون بالنسبة لها دوتا الحشيش إلى غير ذلك يلا هاد آف معانتها رأس رأس من إذن وشو نقولوها؟ نقولوها مثل الأم تاعنا تقولنا جيب لي رأس ثوم ما فهم؟ تسمع قول هاد آف كالليك معانتها رأس من الثوم ولا سلطة ما فهم؟ إذن أي حاجة نقدر نقول عليها؟ رأس نقدر نجيب لي رأس يلا كلوستر آف معانتها عنقود من يعني وين نقولو العنقود؟ نقولو للتمر نقولو البانان نقدروا حتى نقولوها إلى العنب ما فهم؟ يلا سلايس آف معانتها شريحة من شريحة من الخبز شريحة من الجبن إلى غير ذلك يلا أبرانش آف معانتها غصم غصم من ماذا؟ نقدروا كذلك نقولو من التمر ما فهم؟ إذن سواء جي هنا ولا هنا نفس الشي والآخرة عندي اكلار آف معانتها فص ما فهم؟ وهذه تكون غير للثوم ما فهم؟ إذن أبنائي كل وحدة كيفاش نعبر عن الكمية تحاقلنا سواء وش عندي لحوم خضر أو فواكه يلا ننتقلوا للدرس اللي بعدو وهو درس جد مهم ودوما يتحلكم أبنائي وش يقولو لكم؟ يخلو لكم فراغ ويقولو لكم كملوا with some or any إذن some معنتها بعض أو قليل any معنتها أي أو أية يلا نفهمهم ونبدأوا وحدة بوحدة إذن نبدأوا بsome ونفهمها إذن some أبنائي قلنا معنتها قليل أو بعض نقدر نلقاها في جملة إخبارية وش معنتها جملة إخبارية معنتها وحدة ويخبرني بحاجة يلا نسموها affirmative sentence إذن مثلا نعطيكم مثل I lend you some books أنا أعيرك بعض الكتب راني نخبرك بلي راح نسلف لك ولا سلف لك بعض الكتب إذن بعض قول عليها some تقدر كذلك تجي في الأسئلة يلا do you need some rest هل تريد بعض الراحة؟ إذن بعض الراحة ندير some تاني نديرها في طلب شيء أو دعوة لشيء ما نخده example عندي can you give me some milk هل يمكنك إعطائي بعضا من الحليب ولا would you like some coffee معتك لي وحدة أني نعرض فيه ولا أدعوه إلى شيء ما إذن نفس الشي ندير some إذن some وقتش نديرها في جملة عادية ولا في السؤال ولا طلب شيء أو الدعوة لشيء إذن هادو أبنائي قلنا some معنتها وشنو بعض أو قليل يلا any ما لوش كوقتش ندير any إذن any أبنائي نديرها في الجملة المنفية وشنو معنتها جملة منفية؟ معنتها بالنفي معنتها لا يلا نخده مثال I don't have any idea معنتها أنا لا أملك أي فكرة ما فهم إذن any ما نقدش نقول I don't have some idea لا ما تجيش أنا لا أملك بعضا ولا قليل من الفكرة لا وإنما ندير any إذن كي تكون عندي جملة منفية نلقى فيها don't didn't إلى غري ذلك وشنو ندير any يلا والتانية عندي في السؤال Have you got any free time؟ هل لديك بعض ولا أي وقت فرغ؟ مفهم إذن حذاري باللي تتخلط لنا هنا وهنا مفهم؟ إذن نعودو مع بعض هادي نديرها في جملة عادية سؤال وطلب شيء أو دعوة لشيء أما بالنسبة إلى any نديرها في الجملة المنفية معتها لا بالنهي وكذلك في السؤال يلا نمرو كذلك اللي الدرس اللي بعدو الدرس الخامس يقول لي الفرق ما بين how many وhow much هي أبناء في الزوج أني نهضر على كمية مفهوم؟ إذن لكن وقتاش نقول how many ولا how much إذن يلا نبدو بمئة how many ونبعد نروحو الhow much يلا أبناء يرى ويقول لي many وين وقتاش نديرها؟ نديرها في الأسماء كي تكون في الجمع مفهوم معتها كي تكون عندي جمع حاجة بزاف وش ندلها؟ ندلها many إذن يلا عندنا قاعدة وحده خاص نحقول ليها إذن الهنا ويقول لي many يستعمل مع الأسماء المعدودة وشنو معتها أبناء معدودة؟ أستطيع حسابها والتي تقبل الجمع إذن زوج عفائز لازم يكون في many تلقوا بلي حاجة تقدروا تحسبوها مفهوم؟ وكذلك تقبل الجمع ما تنقدر أني أجمعوها يلا نخدو الأمثلة تعالى إذن تلاحظوا بلي books وهي الكتب كتب هل أستطيع أني نعددها نحسبها؟ نعم إذا عندي خمسة عشر عشرين ليصنصين حاجة نقدر نحسبها إذن نحط معها many هل book نقدر نحولوا مثلا إذا كان book books إذن هذا يقبل الجمع مفهوم؟ إذن هذه المثال الأول there aren't many tourists here هنا ما كش بزاف السياح إذن لاحظوا tourist اللي هي السياح هي عبادة نقدر نحسبهم معدودين يقدروا يتحسبوه وكذلك في الجمع إذن نحط many يلا الثالثة وشي تقول are there many restaurants here هل هناك مثلا المطابخ إلى غري ذلك هنا إذن مدام عندي جمع والrestaurant ما عندها le restaurant نقدر نحسبهم المطاعم إذن فهي ندير many يلا هذه بالنسبة إلى حالات many نروح وماتش هنا ماتش وين تكون في المفرد شوفوا مشي كيف كيف هذه تكون في المفرد إذن تقول لي تستعمل مال ولا تستخدم much مع الأسماء غير المعدودة ما عندها ما نقدرش نحسبها بزيف لا استطيع أني نحسبها لا تقبل الجمع يلا هنشوفوا I'm drinking much milk أبنائك ينقلكم الملك اللي هو الحليب هل الحليب نقدر نحسبش حال فيه من ذرة ولا شحال فيه من قطرة لا وملك اللي هنا مستحيل ما يقدرش يجيني يعني ما يجي لا يقبل الجمع إذن نحط much يلا We haven't got much time ما عندناش بزيف الوقت إذن time اللي هنا لا تقبل الحساب ما نقدرش نحسب بالوقت أنا مفهوم مستحيل أني نقعد غير نحسب فيه بالثواني أو بالدقاء أو غير ذلك وكذلك لا يقبل الجمع يلا إن شاء الله أبنائي تكونوا تقدروا تفرقوا لأنه دوما 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 كما أصموا إني how much و how many دوما أطيح مفهوم إذن قلنا many حاجة نقدر نحسبها وتكون في الجمع much حاجة ما نقدرش نحسبها وما تكونش في الجمع إذن ما هذه عكسوها على هذه يلا الملاحظة تعي تقولي تستعمل how much عندما نسأل عن الثمن ونضيف الفعل المساعد لهو to be إذن يلا أو للي غيروا how much are the banners please كم سعروا أو لا شحرهم يديروا الموز من فضلك إذن تلاحظوا بلي how much نديرها كي نكون نحن سقصي على الثمن تاع شيء ما مفهوم ما نقولوش how many لا لا نقول how much إذن يلا نروحوا للتمرئ عفوا الدرس اللي بعدو اللي هو كيف 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 كما الدرس اللي بدنا به pronunciation of air معنطها الأغ تاعي كيفاش ننطقها إذن يلا عندي silent معنطها اغ ساكتا ساكينة ما ننطقهاش لا تنطق والأغ العادية التي تنطق إذن نفس الشيء أبنائي سواء كين تلاميذ إلى غير ذلك أساتي دايقة لو لكم تقدروا تحطوهم وكين اللي راح نعودو يعني أولا نسعدو بالقاعدة تاحهم إذن يلا garlic cup turnip وأبرجين تلاحظوا بلي في كلها سيت أني هذك الأغ كاللي ما تكزيستيش معنطها ما نطقتهاش ما فهم garlic ما فهم إذن هدو يعني سواء نصرتو النطق كي يكونوهما يعني اللغة الأمة تاحهم اللغة الإنجليزية إحنا صح كين نطقوها عادي garlic لكن هما أبنائي يكلوا بعض الحروف إذن هذي سموها silent air معنطها لا تنطق وهذي تنطق إذن حاولوا أنه نقلوا كيما هما garlic إذن كلي يرهم ما ينطقوهاش إلى غير ذلك إذن وقتش أنا تكون عندي هذي هذي الآقة اللي تأتي وساطة أو نهاية الكلمة معنطها تقدر تكون في الوسط تقدر نلقاها في الأخير يلا وتأتي أمامها كونسن معنطها شوفوا اللي قدما هاي كونسن معنطها حرف عادي كيف كيف حرف عادي حرف عادي حرف عادي معنطها اللي بعدها يكون حرف عادي ومشي voils أوكي ولا الحالة التانية يقدر يكون voil erg ومبعد تجي كونسن كيما short short إحنا يعني تعودنا أنه نقاوها short لكن أنا باش نسهل أن نطقوه كي يكون مثلا نزر في الجملة نقول short تم تم أما بالنسبة للغ اللي تنطقها هذه room carrots orange rice مفهوم إذن تأتي كذلك في بداية أو وسط الكلمة وتأتي قبل voil مفهوم معنطها شوفوا اللي موراها مشي كونسن وإنما voil معنطها سوقنا A ولا E ولا O U ولا O مفهوم ولا الحالة التانية يجي كونسن ومبعد جهية ومبعد يجي voil مفهوم إذن أبنائي إذن سواء نقراوها ولا نتبعوه على القاعدة إذن أبنائي بناتي نكتفي بهذا القدر إن شاء الله يعني قرينا في هذا الملخص درنا ست دروس وإن شاء الله رح نكمل بقية الملخص إن شاء الله في الفيديوهات القديم إذن كالعادة أي تلميذ ولا تلميذ عنده سؤال ولا استفساري خليه لي في التعليقات نحاول أني نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقولكم أبنائي كالعادة بالتوفيق إن شاء الله